السلام عليكم ازايك يا بنات يا رب اكونوا بألف خير في احسن حال يا رب بقالنا كتير معملناش وصفات للجسم حاجة كده تكون طبيعية مش مستعلى بقالنا نروح عامل حمام يا غريبي بالكلام ده كله ففي بانوت اسمها بسان تقربت تتجاوز طلبت مني الدلكة اللي انا شخصيا بستعملها فالنهاردة عامنا لكم دلكة بياد التلج بازن الله تعجبكم وهتنفزوها بأسهل طريقة بس النهاردة عايز اعرفكم على قناة بيتي جنة حياتي مع شوشو النهاردة ان شاء الله التعاون هيكون ما بيني وما بينها القناة بتاعتها بتقدم فيها حاجات كتيرة قوي محتوها كويس مقدمة روتينو مقدمة مشتريات بيت ومشتريات مطبخ وتنظيفات وحاجات كتيرة جدا وطبعا هي لسه قيمة بالسلامة ربنا رزقها ببنوتة فكمان هتلاقوا المشتريات بتاعتها وحاجات الصيدلية وتجهيز الشنطة وحاجات كتيرة جدا جدا اعزكم تروحوا تشتركوا عندها وتعملواها لايك وشيروا وسبسكرايب وتعرفوا انكم من عندي بيبة وتعالوا شوفوا القناة بتاعتها بالنسبة لخلطة أو دلكة بياضة تلك زي ما انا مسميها زي ما قلت لكم اغلب الناس بتجيلي بالسؤال ده اكتر دلكة بتستعمليها لجسمك في الصيف او في الشتاء هي دلكة انا مسميها ببياضة تلك لان هي فعلا فعلا بتخلي جسمك زي البيبي زي بشرة البيبي ناعم ورتب بطري وزي الفل المكونات بتاعتها هي جز هند مبشور ممكن تستغني عنه بس هو مقشر رهيب جدا 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 معلقة كبيرة اللهم صلى على سيدنا محمد بدرة اطفال اي نوع عندك استعمليه حتى لو نوع رخيص انا شخصيا بجيب النوع العادي جدا للسكربات خلاص معلقة كبيرة من النشا والنشا بيفتح جدا هو بدرة الاطفال خلاص والتأشير هيبقى معانا لزيت الزتون والبودر او اللهم صلى على سيدنا محمد اسمها ايه بوست الهند المبشورة خلاص وطبعا ميت ورد علشان اجمع كل ده بيها بالنسبة للزيوت زي ما قلت لكم هستعمل الزيت الزتون ده اساسي وانا كمان عندي هنا زيت لوس حلو زيت جوز هند على فيتامين ايه هضيف منهم حبة اللي هيتم ان انا هاخلط كل المواد الجافة على بعض قادي جوز الهند وقادي سوري شو مشكلة تبقى ننظف الدنيا دي بعدين وقادي البودر وقادي النشا الاول هلمه كل ده مع بعضه كده بمية الورد مية ورد براحتك انا عايزها تبقى عاملة زي العجينة يعني معلتين ثلاثة كبار بحس تبقى عاجينة معاكي طبعا احنا عارفين النشا مش بسهولة بيتجمع مع اي حاجة تانية نهو خلاص ابتدت تتجمع مش عايزة بس افصل لكم الفيديو نقرب لكم الكاميرا شوية هي كده تمام قوي بالنسبة لي طبعا انتي بتعملي منها كمية وركنيها في التلاجة لو في الصيف في الشتاء حطيها في حمامك عادي حطيها في علبة ازاز كده تكون محكمة الغلق وحطيها في حمامك عادي جدا هي هي ادي بقت العجينة بتاعتنا شايفينها عاملة ازاي للوقتي بقى هضيف الزيوت بتاعتي انا عندي منها كمية فعشان كده ما عمتش كتير انا بس عشان طلبتوها في عروسة وتتجوز خلاص طلبتها مني فعشان كده قلت لازم اعملها زيت زتون معلقة صغيرة كده وهحط زي ما قلت لكم الخلطة اللي انا عاملها باشيل بيها الميك اوب دي دي زيت لوس حلو زيت جوز هند وفيتامين اي نحط برضو منها شوية حوالي معلقة وهقلب كل ده اللي بتعمليه بتاخدي دوش بتغسلي جسمك باللسبونشة بتاعتك عادي جدا 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 وبعدين بتشطفي جسمك ويبدأي تعملي الدلكة دي دي كمان فيها حاجة حلوة جدا لو انك بتستعملي الشيفينج في ازالة الشعر من الجسم ككل اعملي بيها جسمك قبليها هتخليك لا فيه رؤوس سودا ولا هتخلي جلدك يبقى عامل زي جلد البطة ولا اي حاجة لو عندك بقى اللوفة المغربية يبقى زي الفل بعد ما تغسلي جسمك وتشطفي من الصبون خدي منها باللوفة المغربية ويبدأي دلك جسمك كله بيها من اول رقبتك لوشك ليدك لأي حتة المناطق السودا حتى منطقة البكيني ما فيهاش اي ضرر على اي حاجة خلاص تمام دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة ودي انا عملتها ادخل استعملها حالا وسيب اللي مركنها عندي مؤقتا دلوقتي ده كان الفيديو النهاردة لبسانت عشان كانت طلبها بالاسم يعني عشان هي خلاصة تتجاوز الف مبروك ربنا يتمملك على خير دي شخصيا انا استعملتها ساعة فرحة والله العظيم وما جبتش حد عمالي حمام مغربي ولا جبت طومي مغربي انا عملتها من نفسي في البيت خلاص ده كان الفيديو بتاع النهاردة اشوفكم على الف خير السلام عليكم اشتركوا في القناة